القرار الذي اتخذته عدد من الدول الخليجية والعربية بقطع العلاقات مع قطر كان بهدف مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه والدليل على ذلك هو أن المتضرر الأكبر اليوم من هذا القرار الشجاع هو مجموعة من الكينات الإرهابية والتنظيمات المسلحة التي نشرت شرها في المنطقة والعالم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة